أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مادة تحليل البيئة الوحدة الرابعة المجلوسات الطبية ونواصل شرح محتوى هذه الوحدة وتناول اليوم في هذا المقطع تأثير العوامل الفيزيائية والكيميائية على الفيروسات والبكتيريا وهناك سبع عوامل فيزيائية وكيميائية منها أربع فيزيائية ومنها ثلاثة عوامل كيميائية الحرارة وهي أحد العوامل الفيزيائية يتأثر نشاطها أي نشاط الكائنات الفيروسية والبكتيرية إذا تعرضت لدرجة حرارة أكثر من 60 درجة معوية لأكثر من نصف ساعة الحرارة كما عرفنا أنه أحد العوامل الفيزيائية البرودة كولد وأيضا أحد العوامل الفيزيائية تفقد نشاطها إذا تم تجميدها أي الفيروسات والبكتيريا العامل الثالث الجفاف درايين الجفاف درايين وأحد العوامل الفيزيائية بعضها يموت إذا تعرض لوسط جاف أي البكتيريا والفيروسات ونمرأ أربع الأشعة فوغة البنفسية الألترا بويلت اللي هو اليوفي وهنا يتوقف نشاطها وتموت عندما تتعرض للأشعة فوغة البنفسية ولهذا تستخدم في التعقيم أي نستخدم الأشعة فوغة البنفسية في التعقيم وإذا هذه كلها أربع عوامل فيزيائية فيزيائية وننتقل إلى العوامل الكيميائية العوامل المؤكسدة والمختزلة Oxiding and reducing agent تتأثر بالمواد المؤكسدة الكلور والأكسجين والمختزلة والفورمالدهايد ولهذا يستخدم الكلور التعقيم المسابه إذن المواد المؤكسدة هنا الكلور والأكسجين المختزلة مثل الفورمالدهايد والكلوروفورم والإيثر أيضا بالنسبة لتركيب الكلوروفورم والإيثر من التركيب المعروف بالنسبة للإيثر يقتل الفيروسات والبكتيريا التي لها جدار خلوي إذن هنا الشغل التخصصي بالنسبة للجدار الخلوي الدهني نمرة سبعة الفينولات وتؤثر عن نشاط البكتيريا والفيروسات أي توقف نموها وهذا الشكل حلقة بنزين مع مجموعة هيدروكسايل جروب إذن الثلاثة عوامل الأخيرة هي عوامل كيميائية عوامل كيميائية وبهذا نصل لنهاية هذا المقطع